السلام عليكم مساء الخير كيف اخباركم السلام عليكم كيف اخباركم كيف احوالكم ان شاء الله طيبين طبينون عليكم الناس في اللايف سلام عليكم كيف اخباركم ان شاء الله طيبين كيف حوالكم الناس البرى اللايف سلام عليكم في البيوت سلام عليكم كيف اخباركم ان شاء الله طيبين طبينون عليكم جيش ارتكازات دفاعات سلام عليكم حميادة اسكرية سلام عليكم قيادة عامة برسدان سلام عليكم برهان كباشي كيف اخباركم ان شاء الله طيبين سلام عليكم كيف اخباركم قادة حميادة اسكرية استنفار مقاومة شعبية القائمين عليها سلام عليكم ولاة الولايات سلام عليكم كيف اخباركم تمنون عليكم كيف احوالكم ان شاء الله طيبين كلكم ان شاء الله بخير أساد قوات المسلح كلهم عمليات الخاصة شرطة شرطة موحدة العمل الخاص احتياطي مركزي هيدا عمليات جهاز أمن السلام عليكم كيف أخباركم كيف أمسيته قبائل السودان مجتمعات السودان كيف أخباركم في كل الأسقاع كيف أمسيته إن شاء الله طيبين بابا نوسى سلام عليكم صمود بابا نوسى حجانة سلام عليكم دلنج نيل أزرق مدني سلام عليكم احنا ما عندنا نحايا اسمها سقوط منطقة عسكرية يعني ده في الجيش استراتيجية بدعم البيع أو الموقف العسكري مدني الحصل إنه الجيش كان جوا مدني فحس الجيش بر مدني لكن مدني ما سقطت من السودان وما سقطت من قلوبنا ولا سقطت من والناس بتموتوا بالدافع عنها أو حتصلوا حتحرر بإذن الله نيالة الضعين سلام عليكم معرفة اسمها السقوط وانسحاب القوات المسلحة الحصل إنه الجيش حامية وكانت جوا نيالة سبقة الجيش في الفاشر ومحاصر نيالة ومتحرق على نيالة والجيش في غربي كردفان جنوب كردفان شمال كردفان متحرك وحيتحرك بإذن الله وحيتحرك من الشرك ومن جبيت ومن سنار ومن كوستي ومن الخرطوم ومن درمان ومن كرري وحيصل جميع أصقاع السودان إن شاء الله وتسبت الفهم دي عندك الجيش كان جوا المدينة بس طلع بره ده كل الحصل الليلة ولله الحمد والمن انتصارات في معركة الكرامة وانجازات كبيرة جدا والناس بتتساءل يعني يعني بيسألون أنت في العشرة شفور دي عملتوا شنو يعني المفروض نعمل شنو أنا ما فهم السؤال دائرنا نعمل شنو زول تمرد يعني تمرد وتجرد للقتال وكان عنده خطة ومعد إنه استلم دولة هو ما بتكلم عن بيت أو مزرعة أو ولاية أو مدينة أو جبل هو خطة استولى على السودان كله تمام وعنده خطة دارسة فلما انتسألت قول ليه انت في العشرة شفور عملت شنو أنا ما عندي إجابة أجيبه ليك حسي لكن بسأله بقول ليك انت ليه بتدعمل مع الجيش هو الطرف الوحيد في كل المشاكل يعني لما انتطلع تنتقد وينه جيشكم جيشكم في العشرة شفور دي سوى شنو مبارين الجيش بتاع الفلول الجيش المختطف الجيش طيب الدعم السريع دي تم بتسألوا ليه يعني انت ليه بتسأل نيت وعملتو شنو طيب ما عندنا جيبه ولسه واكفهم مع الجيش هي واكفهم مع الجيش ما بتسأل الدعم السريع ليه يعني انت زي ما بتسأل الجيش ده وتكيب البوست ده خلي عندك حياد أنا بتكلم عن المحايدين والله الحمدل منه كلهم يتكشفوا الآن ولسه حيتكشفوا ناس تاني في ناس تاني حيتكشفوا ديل اخطر من الحرية والتغيير اخطر من الحرية والتغيير الناس الوقفوا الصح ديل قاعدين جوا الصح ديل اخطر من الحرية والتغيير ديل ما مصنفين وعارفين انه هو اصلا من من ستين سنة معروفين ديل ديل بتكشفوا الان ما قاعدين تزالوا الدعم السريلي ليه؟ الجيش يستولى على 82% من مزانية الدولة. ممتاز. الدعم السريع ما بتتكلم عنه ليه؟ والله الدعم السريع ده قاعد جوالجيش. لا ما قاعد جوالجيش. الدعم السريع عنده غانون اسمه غانون هي تكوين الدعم السريع آآ تبعية آآ هيئة العمليات الفين وثلاثتاشر. ازا انت ما عارف الغانون ده عن قوة انت اصلا عملت السورة عشانه وعشان تزيله او تدمجه فانت تكون قاعد سيح. طيب لو ما عارف الفين وثلاثتاشر الفين وسبعتاشر فيه غانون بتاع تبعية الدعم السريع لوزارة الدفاع واستغلاليته بالمادة خمسة. قال انتوا كونتوا برلمان بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء حاضرينه الناس اللي بتكلم وحس يقول لك هو الدعم السريع ده عملوا عملوا الكيزان وعملوا عملوا 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 الجيش والدعم السريع ده ما سواه. يعني مثلا بيكتبوا الليلة في صفحاتهم بين التضليل يقول لك هما خليه يضوغوا عمل يدهم. شنو عمل يدهم? يعني احنا احنا المواطنين ده مش هنا صنعنا الدعم السريع. احنا المواطنين صنعناه. صنعوا الجيش. صنعوا الكيزان بتحاسبني انا ليه? بتحاسبني انا ليه? والدعم السريع ده ما يمشي يحاسب الكيزان كوز كوز. كلهم 304 نفر. ويمشي حاسب الغيادة وهيئة الاركان كلهم 19 نفر. ماشي هابش ليه خمسين مليون مواطن لشو? مستعين بيدول من الجوار ليه? انت ليه استعين تبيدول من الجوار. انت كدعم السريع ليه يجبت مرتزغة? ليه يجبت مارات. ما تحس احلا الموضوع ده داخليا. يبدا فيه مشروع دولي. فلما ممكن تكون السزاجة والبساطة حق تلقاحاته يقول لك اخي هم يخلينه ضوغه. من اللي ضوغه? احنا المواطنين المر اللي بيختصبوه? الزوال اللي بيطلعون من بيته? علاقته شنو بيتك وين الدعم السريع? ما جاء السورة انت ذاتك تحيزي عامل فا معارض لك 30 سنة. ما قدرت اتصل السلطة الا لما المواطن البسيط طلع معاك الشارع. حتى انت شجعته بجيت خطفتها منه يوم خمسة وعشرين واحد. السورة دي ما مدورة في سينار قبال ما تجي ثمانتاشر اتناشر. قبال ما تهبشوا انتو. السورة دي في شهر الثمانية ما كان مدورة في الشعبية. البشير ما غرق الميادين بموت الصرف السحي. كان فيها محمد اصم. كان فيها خالس سيلك. كان فيها عفر حسن. كان فيها عمر ديقير. ما الفين طلعتاشر تلتمية شهيد في يومين. امريكا غضت الطرف. لانه الوقت داك لسه كان الدعم السريع ما تكون. ما سألت نظام البشير ولا جعبت كلمة. تلتمية نفر قتلونا الدعم السريع دي ذاته. خليت جيب حقوق الفضل الاحتصام انتو. بتحاسب المواطن بلاب شنو انتا. هس الليلة بيقول لك يا اخي الدعم السريع دا كوانو لك يا زان وكوانو الجيش صحيح. انا علاقة شنو? انا هس موضوعي دا انهي الدعم السريع دا. واخترت القرار دا. لكن كوانو الكيزان ما في كيزان حسي. في انا المواطن دا وصاحب القرار والكلمة العليا. قرارك شنو انت يا مواطن والله ينهاء الدعم السريع. ما في زيلك هدي عارضني في الحاجة دي. طيب. قالوا يا اخي. الكيزان كوانوهم. الكيزان ادو حمدتي اي منصب سياسي? قدوها اي منصب سياسي? ولا كان عسكري بس? كان عسكري. مينو اللي اداهم منصب سياسي? حمدتي داسي بحارب عشان يبقى عسكري ولا يبقى سياسي? عشان يبقى سياسي. بيبقى سياسي بشنو? بحاجة اسمها اتفاق اطاري. متفق معاهم مينو? اللي هم بتاعة تقدم ديل. يبقى تقدم عندها علاقة بالبيع ملفوه حمدتي. حمدتي حسي ما بحارب عشان يبقى القايدة الآل القوات المسلحة. ما قاعد حارب ليدي. ما قاعد الموضوع ده. قال انا حزيح الرئيسة قعد محله. واجيب الاطاري واجيب الديمغراطية. الديمغراطية دي شغل الجيش ولا شغل المدنيين. شغل مدنيين منو المدنيين المعوه. تقدموا اللي احزاب بتاعتكم انتو. انتو ابتي بنا كنت هدت حمدتي التوقيه على اتفاق الجوة. مفروض تتم بين مدنيين. الليلة هم بيسألوا جبريل ومناوي بقولين انتو عساكر ولا مدنيين. ده ما السؤال بنسألوا لكم كنا في 2021. مجلس السيادة مقوم من منو حركات مسلحة مقيمة على انهم مدنيين ولا عساكر. اطلعوا الليلة يقولك انتو مناوي ده عسكري ولا مدني. ما تسأل محمد التعايشة تسألن انا حسي من مناوي. تسألني الليلة من مناوي عسكري ولا مدني وتصنيف كل الحركات وتضخيم كل الحركات. جبتها انت قفل قفل ميتينك ده. جبتها انت دار تسأل الليلة من مناوي ده عسكري ولا مدني. ما جبته انت وكدقعت معه وقعتها معه ولا شنو. وكدت اديته منصف في مجلس السيادة الهاديدريس والطاهر حجر اديتهم على انهم عساكر ولا مدنيين تابعين لكم تابعين لقوة الحرية والتغيير. ما كان انتو حرية والتغيير كيان واحد 2019 معاكونا الحركات المسلحة. مناوي ده ذاته ما معاكم. جبريل ده ذاته ما معاكم. موطمر الشعبي ده ما معاكم. يا انتو تنكروا الليلة تكتبوا لكم في كلام تضليلي. الحاجة دي بتاكد ليه الشي اللي احنا بنعمل فيه. مش انا مشكك فيه. لا في الحاجة اللي حنعملها. ما هو احنا لسه ما عملنا حاجة. دي كل اللي بتكتبوه ده بتوروني انكو انتو مفروض تنتهو. ما 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 عندكو ما في اي مبرر تعيش في الكوكب ده. ما في. ما في. ما في. تضليل عجيب. طيب كيزا نده حمادتي اللجنة الاقتصادية اللي هي من تخصصات حمادتي اه حمادوك شانو. انو وزير مالية شاطر حيجيب لينا لجنة اقتصادية وحيحسنه على البلد الاقتصادي. مش جابتا اجير الحمير. بتكونت لجنتين. الاولى طلعت منها مريم الصادق اعتراضا وقال على وجود حمادتي. قاموا جابوها في التانية وجابوا عليها حمادوك رئيس. قام حمادوك في المؤتمر الصحفي الاول تنازل لحمادتي عنا اللجنة. حصل ولا ما حصل. الموضوع بتاع شركة الفاخر الكل يوم انا بتكلم عنه الليلة طلعوا لكم الجريدة 2019. الشركة الحضارة امريكا دي ما هي شركة الفاخر دي انتو اديتوها للبدوي. اداها عطاها مكفول لاستيراد الدقيق والجاز والسكر والزيد. مشيتي جبتوا القروش كاش من بنك السودان فيها صوت جمعة مرتدهب قروش كاش. وقفتها جم وزارة المالية المؤتمر الصحفي الفوى البدوي عسكوري. عسكوري نسيتو? لما انعلنتوا انكم سلمتوها لشركة الدعم السريع تاجي بعد كله يقول لك البدوي من دم نديل بتكلم في البدوي. هس البدوي الشركة الاداها الحاجة دي بدون عطاء. واناك الكلام بتكلم فيه مين يوم اللي بتقع فيه. بقول لك هون اللي بتعمل فيه ده في النهاية بيأزي سودان. وبتاجي تتنكروا له. حسين هو بقول لك يا اخي الكيزان صنعوه الدعم السريع. صنعوه كعسكري. دوره محدود. ما عنده اي صلاحيات. مشيتي انتو بقيتوه سياسي دخلتوه في المنصب. قال لينا احنا دار نتخلص من الخطأ حقه دا ذاتو. الخطأ دا مرتكبه الكباشي والبرهان براو. انتو الجزء منو. اللجنة الاقتصادية السلم واقتصاد البلد منو. اسرار القوات المسلحة تطلع على الدعم السريع منو. ما وزير المالية. ما وزير المالية كان قحاتي جبتوه انتو. ولا ماتي دا. التضليل اللي بمشي وماشي دي بورين ان احنا في موقف صحيح. وان احنا ماشيين ننتصر على على المؤامرة كلها. واحد. من البشاير الليلة في بداية اللايف هنتكلم عنها. احنا قلنا الجيش داير منا نشنو? عشان ننتصر كمواطنين. واحنا داير منا الجيش شنو? عشان ننتصر كجيش. بدينا في مدرمان قلنا داير نوصل الجيش بتاع المهندسين مع جيش كرري. عشرة شهور احنا ما قادرين نعمل الحاجة دي لعوائق. واحدة من العوائق انه الدعم السريع عنده قوة ضاربة. وعنده اجهزة حديثة. وعنده دول بتساعده باجهزة. يعني اسرائيل كانت بترسل للدعم السريع طيارات كاملة مليانة اجهزة تجسس. قدر ازراعه في مواقع بمساعدة الحرية والتغيير ولجانة تغيير حقتهم. المواقع دي واحدة منها مواقع جهاز الامن والمخابرات. قلنا المواقع دي تكلمنا عنه قبل الحرب دي ممكن الفين واحد وعشرين شرحنا المسافات اللي بتبعد من 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 المعسكرات حق هيئة العاملات. ليه معسكر هيئة العاملات في الرياض. دي بعد دي خمسة دقايق من اي موقع عسكري. طوالي تطلع شارعه على المطار بتصل القيادة ما بنجهزة الامن والمخابرات. دقاقتين تلاتة بتخش البوابة بورا ما اكتر من دقيقتين. بتخش طوالي ببوابة المطار بتقدر دي كلها مواقع يرتكز فيها الدعم السريع. وظن حمادوك وجدي شاهدين على مسألة تسليم مواقع هيئة العاملات للدعم السريع. الخطة كانت ماشي من الوقت ده. الدعم السريع الليلة قادر اعرف انه بواطن القوة والضحف. يعني موقع السلاح الطب استراتيجي. فاتح في كبري وفي النيل. قادر اكشف القصر الجمهوري. وقادر اكشف قاعة الصداقة. وبادر احمي توتي. بيجاي بيضرب هنا ومدرمان وبيضرب آآ 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 الفتيحاب. موقع السلاح الطبي استراتيجي. لكن هو سلاح طبي. هو ما سلاح عسكري. هو ما هو ما مدرعات. موقع زي ده موقع استراتيجي. احنا بعد الحرب حنشيل السلاح الطبي ده من هنا تاني ما في سلاح الطبي. ده موقع يكون بتاع حاجة تاني. الموقع ده الدعم السريع عارف. اهميته. لما انا اقول لك عشرة شهور اطب بصامضين. الموقع ده ما سقط. احنا بنجف له انتحية ولا ما بنجف تحية للسلاح الطبي. نجف تحية للسلاح الطبي. مقطوعة منه خطوط الامداد. تحييوا اكل من وين. بالفتيحاب فاها دعم سريع. صالحة فاها دعم سريع. الكبري بيجاي توتي ما سيتها دعم سريع. بيجاي شارع الآآ درمانة القديمة دعم سريع. كم بيجيوهن اكل من وين. هما في وضع عادي. يعني بيقدروا يسمدوا. تلاتة يوم. لا. ما بيقدروا يسمدوا تلاتة يوم. ليه? لان دي مستشفى بتاعة معالجة منه. عيانين بتاعين كورونا. لا. عيانين بتاعين سكر وضغط تنظيم. لا. غسيل كلا. لا. مصابين عمليات. يعني بيجي زولك داخل ده المستشفى دي. اقل لحاجة بتكون داخلة فيه دوشكة. اقل لزول. لما نوصلوك السلاحة الطبية بيكون ده تضربك دوشكة. او رايش بتاع دانا. قاطع لك يدك او رجلك. زول زي دي بحتاج ليشنو? عملية مستعجلة. دم. يجيبو له من وين? بنك الدم ما من اول يوم دخل فيها الدعم السريع. طلعت الامارات قالت خايفة انه الجماعات الارهابية المتسوسة مع الجيش تستخدم الاسلحة الجرسومية القاعدة في في معمل الاستاك. ما هو على الدم هسكوط داها مساريح كان. السلاحة الطبية ده محاصر والصامدين فيه بادوا واجبين. فاحنا اللي اتنين بنقيف تحية ليهم وبنقيف تحية للمصابين داخل المستشفى دي في السلاحة الطبية. وبنقول لهم ضحيته وقدمته والله عز وجل حافظ ليكم عملكم. اول الحاجة. احنا بنتكلم كلام بتاع سياسة نقول لكم والله حقكم ونعمل لكم النصب التسكاري. ما في نصب التسكاري. ما بنعمل لكم حي نتذكركم بها. احنا معاكم وانتو معانا. انتو انتو الذكرة الحية السيماشة. وكل في السلاحة الطبية دي قدموا للسودان. اكتر من الساسة واكتر من الخوانة واكتر من الطوابير واكتر من الدعم السريع واكتر من دول حولنا واكتر بعد ده كله. اجزال اللي بدخل السلاحة الطبية وعير في الدرب. فيهم ناس خشوا اربعة مرات. اربعة مرات. اصابات اربعة مرات. فيهم ناس يدينهم معطلة واكفين في ارتكازاتهم ضباط وضباط صف وجنود. ليه هنا التحية والتحية العسكرية. اتباه لما انتجي في السلاحة الطبية. معقل صمود. حوجته للدواء اكتر من حوجته للزخيرة. والليتنين قادرين يقاتلوا بهم. بيقاتلوا بعلبة الدواء. بيقاتلوا بالسماعة. بيقاتلوا بغرفة العمليات. وبيقاتلوا بميزان الضغط. وبيقاتلوا بالدوشكة. وبيقاتلوا بالكلاش. وصمد السلاحة الطبية وما زال صامد. وسيصمد بازن الله. احنا في المعركة دي معركة الكرامة. بنصنع في رموز حقيقية لاجيال جاية. دي دار الله تلاتة الف سنة. لو اتكلمنا بس عن صمود سلاح المسيغة. سلاح المسيغة. ما سلاح الاسلحة ولا سلاح الكدر ولا سلاح المهندسين. سلاح المسيغة صمود. سلاح الاطبة صمود. صامدين. من درمان كلها طلعت واصبحت اشباح. وإلا من بعض الرموز البتعني المجتمع وهي خزينة وصروة. لما نتكلم عن التجانحة موسى حفظه الله. قاعد في ام درمان. كمال ترباس قاعد في ام درمان. ام درمان هي كمال ترباس. ام درمان هي اتجانحة موسى. ام درمان هي اه مسيد الصاهم ديمة. ام درمان هي ميدان الخليفة. ام درمان ده في وحية ولا ما في وحية. ام درمان هي السلاحة الطبي. ام درمان هي كبر الحديد. ام درمان هي تغاطع ود البشير. فيها جيش ولا ما فيها. فيها جيش ولا ما فيها. ام درمان هي الطابة حارسة منه الطابة ده حارسة جيش. ام درمان هي مسجد النيلين. ولا قاعد ولا ما قاعد. قاعد ولا بيتدون وبصلوا فيه. المرة الفاتت كان فيه انه حينقلوا منه الصلاة هو اساسا ما تقفل بالمناسبة وصوت الازام في مندرمان ما صمت وهي البقعة بقعة لاي حاجة هي البداية لاي حاجة الليلة مندرمان بتقدم لوحة بتاع الصمود ضابط من ضباط القوات المسلحة واحنا بنعتبر كلا العمل ده هو القوات المسلحة عملته ويمثل القوات المسلحة ويمثل الشعب السوداني ونتكلم عن شهيد واحد لكن بنتكلم عن القوات المسلحة ونتكلم عن عملية كاملة متكاملة التنافس في اختيار الشهيد البسوقة العربية دي وصل السلاح المهندسين منه البسوقة العربية دي وصل السلاح المهندسين من كرر منه ده موضوع بتاع تعليمات وشكل بالمناسبة ما هو أنا عارف انه الشارع ده هي ستمائة وخمسين متر فيها آخر جناصة حقنا الدعم السريع أنا طالب من القوات المسلحة عشان أرجع عن درمان تنظف ليه تلتمائة متر دي أول أربعمائة متر موضوع ده ماخد عشر شهور كل يوم احنا بنقدن فيه أرتال من الشهداء من أبناء الشعب السوداني الخلص الاختبار حقه نعرف نعرف انهم وطنيين وخالصين ورجال كف فيه معركة الكرامة وين فيه معركة الكرامة في الاتهازات وين في subscribe اشتركوا في ومیOOOOOOOOO متقدمة دفاعات وين في الدفاعات المتقدمة في البقعة وين في البقعة في من ارض بين المهندسين و كراري ده محل الرجال و انا عارف انه 600 متر ده حمشي حدوني طلقة انا ماشي انا ماشي احنا دارين نربط الجيشين ديله و مدرمان اتحرر الليل الجيش مسميها البس التجريبي الشهيد ده عارف نفسه ماشي لربنا سبحانه وتعالى وجاهز للحاجة دي تقبل الله الشهيد لغمان بابيكر و اتقبل الله شهداء القوات المسلحة العمل العملية الفدائية العسكرية الكسرت شوكة التمرد في مدرمان ما احنا الليلة ما منكتب عزاء و في في الشهيد لغمان الليلة ما اعزى دي بطولة قدم روح لحاجة الحاجة دي عندها تمن عارف التمن حقها شنو و قدر اربط بين منطقتين الدعم السريع لو فقد ستمية و خمسين متر دي فقد السودان المليون ميل مربع دي قال له دولة تجي اقول حنا كله بعدين بننظف ازل دي انا من اي حتة ما اعروف اي مليون ميل بتبقى و تلاتة مليون ميل بتبقى و مع الاسود دي الكل وارد و في اليوم الواحد احنا بنقدم شهداء من السلاحة الطبية الطباء شايل كلاشه و الشمطة بتاعت العلاج حقته مصابين اننا ديل بتعالجه في الشارع و عندنا اخلاء احنا منظمين احنا جيش مؤسسة ولكن الحتة دي دار الراجل اخوان موضو ده ما تعليمات ولا ولو علاقة بعسكرية ولا ولو علاقة بتدريب لو علاقة بانك اتا زول اصيل مسؤول راجل سوداني فعلا عندك بيعة مع ربنا سبحانه وتعالى فعلا المسألة دي اصلا ده الموت قدامك والموت انا بقول لك الطلقة بتاعت الدانة دي الطلقة بتاعت الدوشكا في جناصة عندهم جناصات متطورة بيشوفك بالليل وبالنيار من متحرك من كرر دي الخبر بيكون عندهم الليل سيدي اسرعطة قام في زيارة انفقدية الخبر ده انا لقيت وين في صفحات الدعم السريع زيارة غير معلنة شوفنا بعد داك اللقابة سيدي اسرعطة وتصريحاته لمن هو حايم في المستشفى في واحد كتب منشور قال يا دا عامة يا سرعطة قاعد في مستشفى السلاح الطبي وفي زيارة متفقدية لمستشفى النو وكده استحدفوها تدويننا الان كتب في صفحته دي معناه شنو الجيش مخترق معناها قائد العمليات في ولاية الخرطوم في اختراق حوله هو ما اعلن عنها ولا قالوا احنا حتى المنصة الاعلامية بتاعة ولاية الخرطوم بننتظر السيد الوالي يقضي يومه ويقضي زياراته ويقضي كده المصدر الاعلامي بناخده من صفحته من اطمئن انه الرجعه وامور طيبة وما في تتبع ما في ترصد ما في كده بننزل الاخبار من الصفحة الاعلامية حاقة ولاية الخرطوم منصة الولاية التتبع ده والرصد لاي متحرك او اي عسكري في السودان والمعركة دي طبعا مفتوحة اعلاميا بالمناسبة حنتكلم في الاعلام ده فالليلة الليلة العملية العسكرية الجنبها الشهيد لقمان بابكر تقبله الله احسن القبول ونسأل الله انه ينير قبره بنور وجهه الكريم ونسأل الله انه ينصرنا بدمائه الطاهرة وشجاعته وبسالته رب العالمين ونسأل الله انه ينزل السكينة في قلوب اهله وزويه رب العالمين ونسأل الله انه يعني القوات المسلحة تنتصر بالتضحيات النادرة احنا قاعدين نقدم خيرة ابناء السودان في معركة الكرامة المعركة دي واضح فيها كان الخيانة مش التفوق العسكري معركة دي كانت بتتسم بالخيانة عشان كده سميناه معركة كرامة لما نطلع الاعلام بتاع الدعمة السريع اللي هو قاتو وقلامو الحرية والتغيير يقول لك مسمينها معركة كرامة كرامة شنو كرامة مقابل خيانة وهو اللي حصل في السودان ده خيانة نقطة عربية انتهى كل الحاصل في المعركة دي خيانة ما في اي حاجة الارشد مواطن سوداني لابس ملكي واللي انحازل الدعمة السريع كان قاعد بياكل مع اخوانه والخامج والغيادة كان قاعد مع اخوانه بيفطر وبالسحر كله خيانة والبيبلغ في القوات المسلحة مواطن مدني والطلعوا برا برا السودان يبلغ عن القوات المسلحة ويحزروا طيرانة مواطنين وبدعوا انهم صفوة السياسيين والنخبة فالليل الحصل في امدرمان هو معركة الكرامة الحقيقية والبنقدم فيها شهداء وضباطنا وعساكرنا فهم درمان هم شهداء احياء شهداء احياء اذا كان اتعرضوا لخيانة في اعراض بيوتهم وصمدوا اذا كان اتعرضوا لحملات اعلامية وصفتهم وقللت من شانهم واذا كان القيادة الماسكة لجام او في جهاد تانية هم ما فهمين الحاصل صمودوا دا ذاتوا دا مدرسة مختلفة دي نظرية عسكرية جديدة في صمود القوات المسلحة في سلاح المهندسين وفي سلاح الاطبة وفي كرري في وادي سيدنا وفي كل الحاميات العسكرية الصمود بدعمل به العمليات العسكرية بتاعت القوات المسلحة شايفينه في الهجانة وشوفناه في نيالة وشوفناه في الضعين وشوفناه الان وعايشينه في بابا نوسا دا كلام مختلف من القوات المسلحة جارت هيكل شون انت انت كان عندك اسد بس ما فك ليهو القفص حس انت شفت الجيش دا منول بقدر هيكل دا منول بقدر يوديهم تعليمات منول بقدر يوديهم تعليمات منول بقدر يوجهم ابطال وصنعوا امة وحافظوا على امة وكل يوم والتاني بتقدموا لينا متر والمتر دا ثمن وانتو شفتوه براكم عشان بس يدخل العربية من كرر الى حد المهندسين السائق العربية استشهد دي بداية الجرارات والامداد اللي حيحصل والدعم السريع لما استهدف العربية دي واستهدف الشهيد لقمان ماور محله قاعد وين اللقمان دا مستهدف العربية كان بيتكلم مع وجاته الطلقة من العمارة الفلانية وجاته الطلقة من العمارة الفلانية وشاف هناك فيه ارتكاز وشاف فيه هناك تجمع بتاع دعامة شاف الحاجة دي عشان كده الليل يا سرعاته طلع قال الدعم السريع اصبح الانيار حقه وشيك قال ابنان على شنو ابنان على معلومات استخباراتيه هوزل بتاع مخابرات وعارف بيقر الميدان كيف احنا معلوماتها سرعاته وام نفهمها لكن بنفهم صور شفناها شفنا اولادنا في العمل الخاص والقوات المشتركة كل الجيش شفناهم في عمارة الضرائب وفي اولاد شندي لما اندخلوا دكان كده لقيتوا الجركانات حقه البنزين دي معناها ايشنو جيش دار استولى على الدولة بخزن بنزينه في براميل في جلكانات ما في براميل دينداده ده خط مداده بالمناسبة انا بقول لك الدعم السريع نهار انا بقول لك الدعم السريع نهار انا شايفوا بخزن البنزين ما كيف انا شーい انا شايف الدعم السريع الليلة بيقول تصدد قواتنا قوات الدعم السريع الى هجوم في مدينة الفاشر كلمة التصدد دي كنا بنسمعه في العشر شهور تصدد يعني الجيش هاجمه خلاص انتهى الموضوع الدعم السريع بيقول تصدد وحيبدأ يبني قضايا سياسية على كلمة التصدد والهجوم والحرب بيستخدموا فيها الفيسفور والطيران والقنابل المشعة حيبدأ يألف له القصص خلاص بعده هو النهار بيقيت بتصدد ولو ما كتب تصدد ما الفيديوهات حقا تجيش قاعدة وعلام القوات المسلحة المساند قاعد بتطلع الفيديوهات بتورونا بيورونا انه الليلة دقوهم في بحري ودقوهم في جنوب الخرطوم ودقوهم في الجزيرة والليلة ضربين ليهم عشرين تاتير في الجزيرة والليلة هما مبارح بيقول لك احنا الليلة والله ماشين سنار ماشين قاعدين في جبل موية انت قاعد في جبل موية انت هسي الدعم السريع قاعد في جبل موية هسي هسي قاعد في جبل موية هسي انت قاعد في الفاو في دعامي هسي قاعد في الفاو انت قضاب طبعا قضاب لانو السيطرة الاعلامية حقت القوات المسلحة والاعلام المساند بوروك النازل قاعدين وين والجيش متحرك وين حركة الجيش دي حركة بسم الله الرحمن الرحيم اسمها حركة القوات المسلحة صح هذا هجوم متحرك وين الاجيش الامارات الاجيش ده東يا جنوب السودان الاجيش ده الاجيشNS الجيش ده ماشي متحرك ماشي وين. ماشي فتش الدعم السريع. الفترة الفاتت دي الدعم السريع كان متمدد ليه? لانه الجيش ما قاعد يتحرك يتحرك الجيش خلاص. معادلة قلبت. لسرعة الليل بتكلم عن انه انهيار وشكل القوات اللي قوات الدعم السريع هي انهارت. ما كل يوم حسي بتنسحب من مناطق براها. بتنسحب الطريقة الرابعة في المعركة دي الدعم السريع بيستخدم التدوين العشوائي. بعوض المناطق اللي انسحب منه ونقص الامداد حقه ونقص الرجال حقه. هو ما عندهم ذا الراجل اصل. ما عندهم في الدعم السريع راجل واحد هسي. ما في. ما في راجل في الدعم السريع. في بسالة القوات المسلحة. وبتقدم في دروس للقيادة ولا اي سياسي ولا اي زول بحاول يسيطر على البلد دي. صمود زي دي انت ما بتقدر تفرض على ورايه. ومن هنا احنا بنكرر كلامنا ثاني لمسألة الاتفاق والتفاوض. والفهم الخاطئ بتاع الحرية والتغيير او تزييف الحقايق. يعني هنا بكل جرأة الحرية والتغيير تقدم. تقدم شخصيا. يعني ما يزول. تنسيقية القوى المدنية الديمغراطية تقدم. نأسف لاشارات التراجع عن الحل التفاوضي. التي ظهرت في عدد من خطابات البرهان. حديث البرهان عن حوار يتم في برسودان تشير الى تراجعه عن الحل السياسي التفاوضي. البرهان يعلم مدى التعقيدات الامنية والسياسية الراهنة في برسودان. شكرا جزيلا يا الحرية والتغيير. ام بارح الحرية والتغيير قالوا نرحب بدعوة البرهان انه نجي نقعد معاه في برسودان. احنا عاوزين انه يحدد لينا الزمان بس. احنا جاهزين. قلت لون اخوان بتفهموا او بتسمعوا وين البرهان ماذا الحاجة يا زيدي. بارح شرحنا ليهم بالمنطق وبالحجة انه البرهان في خطاباته دي نهائي ما قال دا راقعد معا تقدم. اتحديتهم قلت لين طلعوا كلمة واحدة. البرهان قال لكم دا راقعد معاكم. عشان تيجي تقولوا البرهان غرار مختطف والبرهان مسيطر عليه وعلي كارتي. قال اوين الكلامنا. الليلة قاموا الحرية والتغيير التنسيغية دوبوا انصحوا. ليقوا انه الخطة الماشين فيه دا وهم. بابنه فيه وهم. ما حدو اساس سابطة البرهان ما قال لكم انا دا راقعد معاكم. قال تعالوا السودان اقعدوا مع اهلكم. تعالوا اقعدوا مع القوة السياسية. يتفقوا. ما قال لكم بعديه ما تتفقوا تعالوا لي. دي ما قاله. خالص ما طرح الموضوع دا نهاي. عيدوا خطاباته كلها. طلعت انت في الفترة الفاتت. بانين حسابات انه البرهان قال لنا تعالوا اقعدوا. حنجيبوا من اضانوا. البرهان قال لنا بس على كارتي مسبتوا. الخارجية المختطفة. ما اغير كلامه الزولده ما اغيروا. قالنا قعد. الدائر قعد من بر راحل بتكلم عنك ونينتو. بالنسبة لي حمدتي قال انا ما بفتح اي تفاوض مع الزولده ما لم ينفز. حداشر خمسة الفين ثلاثة وعشرين اتفاقية جدة. امرقلينة من البلد دي كلها. اليوم داك في جبيد قال قال اسوق ناسه دي رجعهم محل جابهم في البلد دي ما بيقعد. كلام دا لحد هنا وصل مرحلته. حرية التغيير شاب كان لحد مبارح محمد الفكيه. بيقول نشكر الدعوة القدمة لنا البرهان. بتين دعاك يا حمد الفكيه. ازا انت بتسمع غلط ما ممكن تكون سياسي. حتبني مواقفها غلط. انت اسب عني لك موقف غلط. حصلتهم التنسيغية قالوا بدوا استوعبوا. سكرا فكت. او دا واحد منهم ما سكرا. او ما يكون قحاتي. احتمال يكون ما قحاتي ظاهر. يعني مثلا. مثلا زوال واعي مفروض يكون واعي ما ما سكرا طوال. في حلقة التواصل بين الجيش والحرية والتغيير زوال يكون واعي. مسلا. قول مسلا عندك على الدين عثمان. على الدين محمد عثمان. مسلا يكون كتب الكلام ده. مسلا. قال تنسيغية القول المدنية الديمقراطية تقدم نأسف لاشارات التراجع عن الحل التفاوضي. بيتين البرهان تقدم في التفاوض وبعدين اتراجع. بيتين. بروهان قال نبشي جدا. الاتفاق هيكون عسكري وتحديد المسارات الانسانية خروج الدعم السرح. رسل الوفد حقه. الوفد حقه نفز الحاجة دي حرفيا. مضى. اتفق. ما كان في طرح سياسي. ولا كان في تفاوض. قال بس المسار الانساني والمسار العسكري. وعملنا هدنة تلاتة يوم. حداشر خمسة الفين ثلاثة وعشرين. وقع الاتفاق. بيتين البرهان قال نمشي في حل المعركة دي تفاوضيا. احنا ما بنسمعه وخطاباته قاعدين نحللها. ما ممكن تسوقه الغنم بتاين الحرية والتغير والتضليل للدرجة دي. الحرية والتضليل للدرجة. بيتين قال الكلام دينا من اتراجع عنه. قالوا بدين نلتمس الموضوع ده في خطابات البرهان التراجع حقه. خلاص احنا نكلف واحد من اولادنا دير يجيب لنا خطابات البرهان كلها. نوريك من اول يوم يتكلم ما تكلم عن حل سياسي. وما تكلم عن تفاوض. ايهاي. قلت واسي لمسته ان البرهان بدأ يتراجع عن الحل التفاوضي. هو اساسا ما طرحه في خطاباتكم. قدت عندكم كك. قدت لانكم ما واعين. بتتوهموا. وشايلين القصة بتاعتين البرهان ما عنده غراره شخصية. التناغض ده الكاتب واحد من القحات هذين. كتب له منشور قال البرهان قدر هو يسطر على الجيش. وقدر يتحكم فيه. وعمل اللي بيعمل فيه ده كله صنع الحرب قبل خمسة سنة كان بخطط. وبعديها عشان استولع. وما دار نسكر اسمو الزوال ده. خلاص القحات بالنسبة لنا نكرات. بعدين كتب تاني قال البرهان غراره مختطف. البرهان شخصية ضعيفة. البرهان مسيطر عليه وعلي ذكرته. البرهان ما عارف. انتبه قبل دقيقتين قلت البرهان كان بخطط عشان اصل الكرسي. وهو العمل الحرب. تناغض. ده اسمو التضارب انتو بقيتها. رايح ليكن الدار في الموه. انا حخليكن سكارة وليس بسكارة. حتى الخحات الماس اكران حخلي سكران. حاضر. حس انتو بتتخبطوا. ما عارفين تعملوا شنو. ده كل البحث الله كله والقومة والقعدة والمنامة وتنزل المنامة. قالوا المنامة والله يقامد عشان السودان عمل علاقات مع ايران. من المعترض على علاقتنا مع ايران? ما فاهمنا? المعترض على علاقتنا مع ايران منه? المعترض منه? الدعم السريع ولا الحرية والتغيير? ولا ولا المنامة? من اللي احترض? احنا الوفدي ده عنده دور معين. المنامة قالت احنا والله دار نصلح بينكم. المنامة مشت عملت لينا مشكلة مع ايران. قامت عملت مشكلة مع ايران بدل تحل لينا مشكلتنا مع الدعم السريع. بيجي عندنا مشكلة حسي مع المنامة ذاتها. مع البحرين. ليه? قالوا احنا ناديناكم في الطرباز ده نحل مشاكلكم. مشيتوا اتفقتوا مع ايران. مزعيلك شوني انت اه بتاع ايران? بتاع البحرين. البحرين دي ما كلها شيعة. البحرين كلها تسعة وتزعين في المية من البحرين شيعة. شيعة راس عديل. بحرين شيعة مشكلة وين? مش هين الايران. المشكلة علاقاتها مع موضوع الدعم السريع شنو? لجيتني عامل ليه مشكلة مع زول? قلت لي تعالى حلة لك. انت اطلبت مني ولا انا اطلبت منك? من الفرض على البحرين انها تعمل المائدة دي. قالوا بعد شي تعالى قعدوا والله ياخد سودان صلى علاقته مع ايران. وليه يتما تعترضوا من الاول على علاقتنا مع اسرائيل. برهان ده ما موقع مع اسرائيل في العشرين العشرين. يعني انتو تسأروا. وتزعلوا من ايران الشيعة. وما تزعلوا من اليهود. البرهان ده مطبع بالمناسبة. وبعد ده كله نادئتون. المشكلة وين? يعني يرتقل لي انك بتغضب من الشيعة اكتر من غضبك من اليهود? والذي يحج فارغة ساي. يا اخوي الموضوع بتاعكم ده قام. الشغلية دي قامت. قامت ليه? قامت لان انت الورقة دي حتجيب السودان. الورقة دي مكتوب فيها اتفاق وتفاوض بين الدعم السريع والجيش. موقع وممضية ومحروسة باي حاجة. جميل? جميل. دخل الورقة دي مدرمان. قول لي اخوان احنا والله جيبنا لكم اتفاق مع الدعم السريع. الكلام ده حتقول للناس مدرمان ما حيكتول الجياشي. ما حيكتول الدعامي. حيكتول الجياشي جاب الكلام ده. الحاجة دي بكل الحسابات السياسية والاستراتيجية. الموضوع ده عشان تلقى له تغيير محتاج اربعين سنة. انا بقول لك. اللي هي فترة تدتيه. الله عز وجل لما خلى اليهود يحوموا حول بيت المغدس اربعين سنة. وبعدين خشوا له. لانه كان في جيل خانع. كان في جيل غحاتي مع سيدنا موسى. بعد ما طلعوا من من الظلم والزول بتاع فرعون. مشوا هناك قال له يا موسى. اسأل لنا ربك. بعد ما شجليكن البحر. ايه بعد ما حيليكن البجرة. ايه بعد ما غرق لكم اله. اله. اسمه فرعون. بيعبودوا الناس. غرقوا لكم بعد كله قال له والله يا موسى. ادعوا لنا ربك يا اخي. انزل علينا مائدة. اذهب انت وربك فقاتلا. انا ها هنا قاعدون. اجعل لنا اه 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 مشوا عبدو العجل. يا موسى يا موسى. حاف كذا. وو ادعوا لنا ربك. ما ربنا. ما ربنا. دزيل لازم اموت تايه. اسمه اه فترتيه. اربعين سنة croisمين في بيت المغدس في الصحراء ما قادرين القل باب. هم جميعان بها يا هده زي ما انت تكون حايم حول الغيادة العامة. لكن ربنا صحتها لا يعميك. تشوف اي حتة الى الغيادة العامة. اربعين سنة لما الخوانة ديل ماتوا. جيل جديد فتح الباب خش. اربعين سنة دي الجيلة الموجودة لا تستطيع امريكا. ولا يستطيع الليبرالي. ولا تستطيع الديمقراطية. ولا فرنسا. ولا تحالف قحت. ولا الخوانة في القوات المسلحة. موضوع ده قفل. قفل طرشة ما في طريقة. واذا كان الفاتح ولا حافظ عمرهم ستة سنين شالين كلاشاته بغنوا اهازيج القوات المسلحة. واولاد الضباط بيعملوا تحايل اهلهم وتحايل ابهاتهم وهم لابسين البوريحة القبول بيت يكون عمره اربع سنة. انت بتتكلم عن ستين سنة. ما بتقدر. جيب الورقة بتاعت المنامة. حطبقها وين? شمال كوردوفان المحاصرة والصامدة. الليلة امبارح او امبارح شمال كوردوفان قدمت اه سبعة الف مقاتل وعندهم سبعتاشر الف قدموهم من ال من ال من ال من ال الاجهزة النظامية والمستنفرين. شمال كوردوفان اللي بخليهون يجيبوا عقيد او واحد اسمه القوني يحكم الابيض عروسه الرمال. دملو دملو هيقبل الحاجة دي. منو الحاكم في الدولة دي الحيعارض طوفان الشعبي ده. والقاعدة القاعدة السياسية بتقول. اذا لم تستطع اخماد الثورة فامتطي ظهرها. وده السيستم بتاع الاخوان المسلمين. والحزب الباس. الجيش نفسه. الجيش نفسه ذاته بيمتطي بيمتطي ظهر الثورة. الجيوز بيمتطي ظهر الثورة. قل لك اذا لم تستطيع انك تغاومة او تردعها فامتطي ظهرها. اعمل فانك معاهم وحليفة الثورة واركب في ظهرها وسوقها وديها لحتة الدائرة. البحصل الان ده كل النظريات السياسية دي من الالف وتسعمية تسعة وسبعين. من بعد حارف فيتنام. كلها احنا باس الميتنا نواجه رصاصة الدبابة. باس الميتنا نغير ده كلام خرابي. ده صنعت امريكا ما دار على ثورات مسلحة. اغنعت الحامير دي ليش بيكون بصدورنا العارية وبتاع. وفي النهاية هون صدور اللي يلقبوا الطيارات ويجدوا. ما بيثبتوا زات وطلقة ما بتبتوا خرابط. ادي دي دي فا سلاحة. وفا صدور عارية. وصدور صامدة. وصدور حافظة للقرآن. وصدور حافظة للغيم. وصدور تواجه الدانة وتواجه القناصة. دي صدور ومسلحة. تانا عندك شنو انت? انت عندك شنو? فما تجي قل لي والله الموضوع ده قام لانه في اعتراض حصل على ايران. من الذي احترض على ايران? الدعم السريع? الدعم السريع ما عنده شرعية. احنا نعمل علاقة مع ايران. وعلاقة مع كائنات فضائية في القمر. هسي نعمله. الدعم السريع ما يفتح خشمه. الليل احنا عندنا مشكلة مع الايقاد. حمي تعمل له خطاب قال الجيش. اه والبرهان ما من حقه ينسهب. والكرسي بتاع السودان ما زال مستمر واحنا بنجي نملو. امشي اللي قات كلها ابينا. احنا ما ابينا لكرسي. يا حمر. احنا طلعنا من الايقاد لكلها امشي حققت في الكرسي بتاع السودان? امشي حققت في الكرسي السودان? مازين الحراص بتاع الحمدتي لما اندخل مكتب البشير صور في الكرسي بتاع البشير. او للثورة ما جامت. هل بيجال رايس؟ امشي حققت في الكرسي؟ وانت واستي لنا معترفين بك وانت بيتحارف بيتقاتل بك. لاشنو؟ امقى احنا ما معترفين arithmetic. انت ما بني ادم ذاتك يا حميد دي. تشيلك سلاح شنو? ما انحي ما اضع ترفين بك. امش اقعد في الكرسي. دا كل الحاجات دي ما في زلح يقدر يمرر قرار في السودان دا. ما فيه. ما لا تستطيع. ولا حتقدر تروض المقاومة الشعبية المسلحة دي. ولا حتقدر تروض الشعب السوداني دا. ولا حتقدر تتفق باسم الشعب السوداني. البتتفق باسم الشعب السوداني ما يكون هو اللي ارتكب الخطأ. يعني الكباشي غير مسموح له انه يوقع بقى اسم الشعب السوداني. ولا البرهان. حلنا معاهم النازل حدنا معاهم شنو? ما يتوافق مع الشعب السوداني. اللي هو البلبس. اللي هو الحلل العسكري من فناء المتمردين. صنعهم الكباشي صنعهم البرهان اخطاء جوبة. دا موضوع حس احنا ما بنحاسف فيه. لكن يجي الكباشي بعد دا كله. يقول لي والله انا رأيت انه حلا سلام في المنامة. يمشي نوم في المنامة بس. ما عنده حية. يمشي نوم الفنادق دي. الدافعيننا احنا بيت دماء نا دي. ودماء لغمان بابكر. ودماء واعراض بنات القوات المسلحة و اولادهم و اهلهم و مهاتهم. حاضر. وطياريننا و اسراءنا. دا دا كله دي احنا دافعينه ليك كباشي. الفندق دا ما مدفوع قروش. الفندق اللي انت دخلته دا ما مدفوع دولارات. بتدفع فيه دماء ناس حافظوا على العالم. السودان دا ما وقع عشر شهور. استهداف من سبعتاشر دولة والتمانية دول حول السودان بتدخل رعاياها. امم متحدة فوكلر فصل سابع فصل سادس اتحاد افريغي. تآمرت تآمر ذاته. حالشياطين متآمر على الشعب السوداني. كلهم لابسينهم و مربطينهم حجبات. شياطين ذاتهم نجابون. كله تبله هنا. انت يا كباشي لما انت خوش تفتح الباب ده بتاع التفاوض. التمن دا ما دفوع لانه في زر رافع عالم السودان. انت مشاهد عندك شرعية. شرعيتك دي الحاول يشيله منك حمادتي. شرعيتك دي الحاول يشيله منك حمدوك. شرعيتك دي الحاول يشيله منك فوكلر. حافظ ليك عليها القوات المسلحة السبعة وتلاتين الف مقاتل ومحارج دي. وانضم ليه هنا الشعب السوداني? احنا ما عندنا الحاجة بنفاوض فيه. ولا حنطرح المسألة دي. والموضوع ده يحصل ان اي ما اخدت انه في خيارات. انه يا اخواننا ممكن نصل ليه سلام عشان نوقف الموت. الموت حصل. وانت القاعد في سنار وما الدعم السريع ماذا دخليك بتقول لي والله. عشان نوقف الدعم السريع يخش الينا. والله يا اخوي اسمح اخوي مادر تخش مع الدعم السريع يتفق معه براعتك. لكن انا في الخرطوم ازود لك هتل واقتصب وانتهك وعمل اي حاجة. انا حتجي ما بخليه. وزي انت تحالفت معه بابل لك انت ذاته. ما عارب ينيض. ما عارب ينيض. اللي لكلام البرهان كان واضح. الناس هالبيئو المتمردين في البطانة. ما تدخلون في بيوت كله انه حتيتبلوا معهم. موضو ده واضح دي تعليمات ما فيها تراجع. ده كلام لغة واضحة. عشان كده دفع الحرية والتغيير اللي اللغة تتغيرت. قاموا. هو انا زي ما قلت لك معين دون السكران دو زول. لو خلاها للحرية التغييره هو كلامهم بتاع السكرية ده مع محفوظ. لكلام زول من بر الحرية التغيير. قال. يعني لو لو حاجتين في الدنيا دي لو زول كان حصلت له بيكون مرتاح. قال له لا تفيق ضهرك. قال له لا تفيق ضهرك. طول تجي من الشغل. عصره بكل عينك. قبل ما تطلع الشراب بتاعك. عصره بالجزمة يعني. تطفر ضهرك ده كده وبعد ان تلبسه. زي السلو العوفة. الحاجة التانية زي القحة دي يعني. تقوم تقول. يعني تاخد زي ال 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 كده مش في الجيم مرات بنكون عندك جرحة كده ولا بتاعه ولا نروح بتاعبان بتشتري حاجة. بتقول ايه اخنا الله اشتري بس والمرض ده اشتري نقاط كده من. زي القحة دي عصي ما افروض يا قحة. بتكلم يعني. موضوع ده متعب. او تبيع القحة دي اللي يزول يشتريها. كنو في ناس كده شماسر برضو حيكونوا غحاتا. اسمعي تاني دك شنو? والله يتدقون في عطلات القلب. اه لا شغلت دي كبيرة يا. اه? لا عندنا زوال لكن. اه عندنا واحد من اولاد ندل بشير الشغل ده. ولو قابل الشغل ده والله لو اتناجر سنة. لا لا بكلفك يا اخ. لا بكلفك شديد. احنا هنديك روح شابة. الله يزول له والله سيجاري ما بيشربه. اه? والله يكون ما بيلعبه. نفس فول. الله ينديك عضلات انسى بس. اكان موضعتين بس فولة دي يعني. بلا يكون نحتاجين لها طبه. والجراح. وما عارب دخل المنزار وبتاعه شنو? ما عاشين وين? والله ما عاشين سوق العية. اوه. لا لا تمام. يا امن وين? والله جايب من سوق المرض. بيته شنو? والله اينا نشوي الصداء كده. اوه. لا تمام. اشتريت شنو? والله اشتريت ليه. اشتريت ليه هناي. اشتريت. حمدوك انت كان عندك شنو مرضك. اشتريت ليه كورونا من حمدوك متحور. اه اشتريتها. والله يا. اه. كويس. كيف سمعني? الآن سلقواحي راحة لانه يديد. ارجع للكلاب دي. قال تنسيغية القوى المدنية الديموقراطية تقدم. نأسف لاشارات التراجع. اشارات التراجع دي دوبوا ننتبوه ليها من خطاب البرهان الاول في شهر خمسة. شهر خمسة. حتى الان البرهان ما تكلم عن اي تفاوض خطر. لا يبقى دي 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 كلام فالغ تانا اقوح يعني ولا شمي ما عندي شغال انا ولا شمي قصة دي ما خلاص انا شايفة طالت يعني فهم بجينا ناخد ريلاكس اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اه 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 يعني اسا لو ليجينا واحد في دائع اللي هنا بكرة مثلا ويامس بس لالحال جدا هلا بيتم من الشغال ده ولاش في عندكم افكار عندكم افكار غير افكار دي يعني افكار باالحال جدا اوه 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 يا دي كلام فالخ